طيب الانوان القادم ليه أستاذ أحمد جلال ميدو يهدد بالاستقالة بسبب أسوريو ميدو شايف ان كان في حملة شارسة جدا على أسوريو الكلام ده قبل ما تشل النهاردة وقال ان فيه أفكار متحجرة عند بعض أبناء نادي الزمالك واسيبه الرجل يجرب واسيبه الرجل يقامل وانا من المرة اللي فاتت انا قلت لك الرجل ده بيتعامل بمنطق انا ما تتوقعنيش ولا زال يمارس هواياته حتى في تصريحاته غريبة يعني النهاردة قالك يعني أحمد سيد زيزم من الناس اللي بتشت ضربات جزاء ومن ساعة ما جد ما أخفقش في أي ضربة علما البلدي أول ضربة جزاء من ساعة ما أسوريو جلل الزمالك بص النتائج أسوريو مع الزمالك هتلاقي لعب ستة متشات كسب سرميكروباتر واحد سفر كسب بروكسي فمبراء الدرامية تلاتة اتنين كسب أسوان واحد سفر اتغلب من الإسماعيلي اتنين واحد اتعادل مع المؤونين العرب النهاردة بتعادل مع الداخلية يعني في ست متشات الراجل حقق 50% انتصارات المفاجأة أن عقد سوريو مع الزمالك لا يتضمن أي شرط جزائي حال رحيله نهاية الموسم الحالي يعني لو مش النهاردة أو مش نهاية الموسم شكرا شروط الجزائي بقى ممكن بقى ببداية الموسم الجديد وفقا للعقد لكن لو مش خلال الفترة دي أو حتى نهاية الموسم الحالي ما فيش مشكلة آه يعني الزمالك ما يتحملش ولا ما يتحملش حملش أي حاجة ولا بقي عقده ولا بقي عقده أصلاح حيانا بيحطوش شرط الجزائي لا هو حطين الشرط بتاعه أنه هو أن نهاية الموسم الحالي ده خلاص ما ياخدش حاجة بقى اللي بقى الكرام ده مع الموسم الجديد بقى إذا كان فيش شروط جزائية ففي قناعة كبيرة جدا أن الرجل ده ما يكملش هيتعمل الاجتماع خلال ساعات المسؤولين في نهاية الزمالك معاه لتقييم الست موطشات اللي قتلك عليهم دول أنت لقبت إزاي أنت عملت إيه أنت سويت إيه لأن فيه حتى رغم كلام ميده اللي هو هدف بالاستقالة لكن فيه كلام كتير جدا من باقي أعضاء اللجنة الفنية مش عاجبهم الراجل مش عاجبهم طريقته هو مصر على حاجات معينة في دماغه رغم يعني طلبات أحمد مجدي ومتحة عبدالهادي أو العكس متحة عبدالهادي وإحمد مجدي يجبتم ما ينفعش فيه حاجات مش مظبوطة الطريقة مش منطقية فيه جاب كبير مش عايز أتكلم فنيا بس واضح جدا أن فيه خلل ما بين المنطقة الدفاع والمنطقة الهجومية منطقة الوسط مش متربطة صح دوما تحرفين بالدفع والدغوطات زيما تشوفين كده أنا مش عارف يعني أنا شفت دركلة الجزاء داخل زودو يسددها الراجل بين أنه هو متوتر وقلقان وعبوس ومتدايق حتى بنا بيقول له حط الكورة قال له ما هي موجودة هي ووشه مكشر جدا وهو متوتر وحتى زيزو طول الماتش مش هو زيزو اللي احنا نعرفه ما تعرفش وبيلع به زي ما قلتلك يعني الراجل بتعامل بالمنطقة أنا ما تتوقعنيش يعني أنا رضا حطت نضاي وحطت مصطفى شدبي وحطت زيزو وحطت شيكبالة بالمناسبة أنا مش فاني معي أن أنا ما توقعوش بس المشكلة لو اللعيبة نفسها مش متوقعة لا اللعيبة نفسها أنا حاسي أنه نهارده لعيبت الزمان كوي في الملعب هي تاهى عن مراكزها أنا بقول لك أنت حطت نضاي وحطت زيزو وحطت الجزيري وحطت شيكبالة ومين تاني واسم مصطفى شلبي خمسة في المنطقة الأمامية طب وحطت دونجة جنب روئة وغطوات على روئة زي ما أنتوا شايفين والنهارده روئة بيكرر أو بيتكرر مع نفس السيناريو محمود علاء بالنص لما الجمهور يطلع يقول يعني روئة زي يقينه زيه زي يقينه إحنا مش عايزينه ففكرة أن الضغوطات دي ويدخل شيكبالة عشان يهدي الدنيا والولد دي يخرج عن شعوره زي ما حصل الماتشي اللي فات ويتغير صح طب دي قصص مدير فاني في الأساس يعني الضغوطات كتير قوي على اللعيبة بسبب إصرار مدير فاني على طريقة يعني أنا ممكن أوصفها بها أنها لغرة مات يعني خلينا نتكلم بالرياضة هي دي لغرة مات طب احنا مش عامينها قد يكون في قصورة عندي أو عندك أو عند البيت الناس لكن هل ده منطقي لا أنا ممكن أقولك أن أنا فاهمها أنا فاهم هو حاية مين في الملعب مش هل القدرات اللي عندك في الملعب تتحمل هذه الطريقة ولا هل أصلا لما تيجي تغير في طريقة لعب تغير فجأة بالشكل الفجاء ده هل تخدها بالتدريج يعني أنا دلاتي معايا وماشى آه خلاص بالزبط هل ينفع أن أنا أقولك يعمل لي من ضمور بدل سموكين عشان نهرحين لأبرة بس هي دي بس سوء هيفضل برضو يقولك أنا مش أنا اللي جاي باللعيبة مش أنا مخترتش حد يبقى تشتغل على الكوارات اللي موجود لحد يبعدك طب جيت ليه لا 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 موافع عرفك هو لما تيجي تحسبه ماشي ده المبرر بتاعه هيقولك أنا لسه محطتش بصمت أنا لسه بجرب أنا لسه بكتشف أنا لسه بشوف لكن مثلا حاسبني مع بداية الموسم لما أنا اللعيبة دي تاني تاني حصيام عشان أقول تالي أحمد دوري البالبات أنا عارف أنت بتتكلم على أنا عندي تارجت مثلا واحد زي زيزو هو مش عارف أنت مش عارف هو بيلعب في آني مركز دلوقتي مستراتيش دلوقتي بتاعي أنا كزمالك إيه بقيت الماتشات أنا عايز إيه لا الزي مالك دلوقتي أنا عايز أخد مركز تاني عشان لا عايز أخد مركز تاني عشان نلعب دوري أبطال هل بالشكل ده وبالنصق لا لا والتاني بعد كمان جدا لسه مع النهاردة النهاردة بشكل ده بعد إنما هو كان فيه فرق 6 بنت صحية فلو كان نكسب النهاردة صحية الدنيا كانت هتقرب